تلقينا بالأسف الأنباء التي تنقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا وبعض وسائل الإعلام بتاريخ العشرين سبتمبر عام 2011 من أن المخيمات في تركيا قد تحولت إلى معتقلات يكثر فيها الاغتصاب والتعذيب إذا كنا نبحث عن تعريف جيد للأكاذيب والافتراء فإن هذه الأخبار خير مثالا على ذلك إن الذين لجأوا إلى هذه المخيمات قد نزحوا بسبب التجارب السيئة التي عاشوها في وطنهم وإن إزالة أسباب لجوئهم يمكن أن تتحقق من قبل السلطات السورية لقد اضطر هؤلاء إلى النزح إلى بلد جار وهو تركيا بسبب الأوضاع المتردية في سوريا ويعيشون في مخيمات هيئت من قبل الهلال الأحمر التركي ويوجد في هذه المخيمات في يومنا هذا 7547 شخصا لقد وظفنا كل إمكاناتنا لخدمة ضيوفنا من الشعب السوري الشقيق والصديق ويؤدي المسؤولون في هطاء واجبهم بكل عناية وحرص وتضحية وقد تم إطلاع مؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على ذلك مرات عدة ورغم عدم نقل أي شكوى إلى حد الآن من هذا القبيل إلى مسؤول المخيمات والجهات الحقوقية وعدم سماعنا بأي شيء يدل على ذلك فإن من واجبنا كدولة تعنى بسيادة القانون سنقوم بالتحقيق في الأنباء التي أوردتها وكالة الأنباء السورية وعلى ذلك فقد طلب من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين السورية كل المعلومات الواردة في هذه التقارير وبما في ذلك هوية صاحبة الإدعاء السيدة فاطمة ومن ورد أسماؤهم في الخبر كما تم الطلب لإتاحة الفرصة لمسؤولي سفارتنا أو قنصليتنا العامة في حلب للقاء صاحبة الإدعاء السيدة فاطمة للاستماع لأقوالها نأمل من السلطات السورية أن تسارع بنفس السرعة والاهتمام للتحقق من الإدعاءات الكثيرة المطروحة في الوسط السوري حول الأحداث الجارية فيها